ونظيره الكاميروني في شقها الثاني مباراة العودة اليوم بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة الذي سيكون مسرحا كالعادة للمباراة الكبيرة التي لا طالما عاشها الجزائريون مع المنتخب الوطني الجزائري فاصلة أخرى بعد تلك التي جمعت الخضر منذ سنوات أمام منتخب بوركينفاصو على أرضية نفس الملعب الذي طالما أيضا كان فألا خير على الخضر وخضر بالماضي أيضا حاليا نتابع إذن التفاصيل من الملعب وعلى المباشر مع موفدنا إلى هناك إسلام مشتوى منذ صبيحة تدفق جماهيري كبير على الملعب كما كان منتظرا ودخول الجماهير طبعا إلى المدرجات إسلام مشتوى مرحبا بك وتفضل مساء الخير حسام نحن دائما متواجدون من أمام ملعب مصطفى شاكر دخول الأنصار لا يزال متواصلا تدريجيا شيئا فشيئا تقريبا معظم الجماهير التي كانت حاضرة هنا صباحا دخلت إلى الملعب بقت أعداد قليلة من الجماهير هي لا تزال في عملية الدخول في استفاف خلفي وهو مصطفون خلفي في طوابرة طويلة حسام هناك جماهير من الرجال هناك كذلك جماهير من السيدات التي يريدنا كذلك أن يكون حاضرات في مدرجة مصطفى شاكر إن أردت نأخذ انطباع بعض هنا للإدلاع بتصريحاتهن حول توجودهن اليوم في الملعب أختي رانا شوفوا فكاركو العنصر نسويتان حاضرين بقوة ما شي غير رجالي اللي جول الملعب وش قدرت تقول لنا كيفاش جرت عملية الدخول تاعكم كيفاش رأكم كانت شوية عند الدخول كانت شوية دينا الصباح بكرير ردرنا على الشانيتو الحمد لله ما كاش مشاكل مكان والو رانا بالعقل بالعقل يعني حتى العنصر نسويتان حاضرين بقوة بقوة أكيد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن الربحون إن شاء الله رحوا لكو بديومونت قاطر دميل فاندو وهذه يوم دخلوا بالعقل بالعقل حتى شبوختي من جيتين أنت ياو؟ ديسيتيف كنت سوى الكاميرون وابخي راني جيتر لانا توجور ماليكة النسونال بيانسور كراتويتما بسك رحنا الواي بيانسور ماذا قلنا نتيجة المباراة راح تجعين؟ بيانسور جيسبر بيان ديرونا اليوم بوماتش لأنها تجعين لعبوا غير على جيل الربحة هذه الخطة نحب إن شاء الله إن بوماتش وسكوريلي بوركو با 2-0 أو 3-0 رحو نشوف حسام بعض من تصريحات إن قولوا الرجال أخويا وش تقولي عن المباراة اليوم؟ مباراة اليوم شوية وعرا وجينا بكري وجينا الباراح وجينا على الجنة المنتخب الوطاني قولوا رح تكونوا حاضرين بقوة إن شاء الله بربي إن شاء الله غير على جيل المنتخب الوطاني إن شاء الله يا ربي أمني برقم 12 أمني أمني تاعنا الحلم تاعنا الفوز ولكو بديمون إن شاء الله بربي التاعب هذا ما رحش يخليكم ربما ما ماتت ما عليش على أجل البلاد على أجل المنتخب تعلق كل شيء على أجل الماضي أسام كما تشاهد خالفي الأنصار متفائلون وكذلك مصممون على دغم المنتخب الوطني رغم كل التاعب وكل نقول الانتظار إلى أنهم يريدوا أن يدعموا المنتخب الوطني إسلام ماذا عن المدرجات؟ عنا نسمع حسام إسلام ما نشاهده الآن أمام أصور الملعب ماذا عن داخل الملعب؟ يعني صف لنا الأجواء حسام حسام الأجواء داخل الملعب كبيرة وكبيرة جدا تقريبا لأن المدرجات بدأت في الامتلاء الجماهير تعطي لنفسها شيئا من الراحة لأنها تعلم جيدا بأن تسعين دقيقة ستكون صعبة وصعبة جدا ويجب عليها من يكونوا حاضرين في ساعة الحسم وهي تسعين دقيقة لذا هم يحضرون جيدا من أجل الدخول بقوة في التسعين دقيقة لأنهم كذلك لهم دورهم في هذا التأهل نعم إسلام مشتوى نتحول إلى محمد نجيب هنان داخل مدرجات الملعب وتبدو رياحها طبعا في هذه الأثناء نتمنى أن تكون رياح تلقي بظلالها بطريقة إيجابية على طريقة لعب المنتخب الوطني الجزائري بملعب مصطفى تشكر بالبوليدة نجيب مرحبا بسم الله مساء الخير أهلا وسهلا طبعا من دون شك أن الأجواء تزداد جمالية مع مرور الوقت طبعا حسام الجمالية الجزائرية في طريقها نحو مقاعدها من وراءنا طبعا كما كنا نشاهد منذ قليل الجمالية الجزائرية لازلت مصطفى بالألاف في خارج ملعب مصطفى تشكر من أجل أخذ مكانها منذ قليل كنا قد تحدثنا عن ما يقارب ثلاث ألاف مناصر الآن في حدود ربما خمس ألاف مناصر أخذوا مكانهم والعدد في تزايد حسام والجميع يأخذ مكانه في أريحية وظروف حسنة ولو أن قلناها وأكدناها في تدخلاتنا السابقة بأن الوثيرة لا زالت بطيئة وبطيئة جدا والأمر طبعا طبيعي وتفسيره لا محال سوى بأن الأمر له جانب أمني طبعا من أجل حماية الأرواح وتجنبا لأي انزلقات وأمور غير طبعا طبعا غير منتظرة قد تضر بسمعة الكرة الجزائرية والجزائر بصفة عامة خاصة وأننا تحت الأنظار مباراة الجزائر الكاميرون ستكون من دون شك تحت أنظار الجميع سواء المعنيين بالأمر مباشرة كجزائرين وغير المعنيين بهذه المباراة نظرا لتشويقها وجماليتها ومتعتها المنتظرة على أرضية الميدان ومن دون شك كذلك جماهريا الجمهورة الجزائرية الذي عود الجميع بطريقته الفردة من نوعها في الاحتفال ومناصرة منتخب بلادها من دون شك كذلك الحماية المدنية كما تشاهد في هذه الصورة أخذت مكانها منذ ساعات مضان منذ ساعات خلت طبعا كما تشاهد تعب بادي على وجوههم كذلك وهدوء يعكس التعب كذلك حسام الذي نال منهم بما أنهم كانوا ينتظرون منذ الساعات الأولى كغيرهم من الجماهير وهم الذين يستعدون كذلك لصنع لوحة من اللواحة الجميلة جدا التي يعودون عليها سواء على ملعب على مستوى ملعب خمسة جولية أو كذلك ملعب مصطفى شاكا لما يتعلق الأمر بمباراية المنتخب الوطني الجزائري وكذلك طبعا من دون شك لا يجب أن نغفر حسام على الدور الكبير والكبير جدا لرجال الأمن في احتواء هذا الكم الهائل والكبير من الجماهير الجزائرية التي ربما تسعى للدخول بأي ثمن إلى المدرجات طبعا احتواءها وكذلك إرشادها وربما إعلامها ومحاولة تهديئتها سعيا لوضعها في ظروف حسنة طبعا الأمن الوطني المتواجد طبعا منذ أولى الساعات سجلنا حضورهم وتواجدهم على مستوى المحيط المحادي لملعب مصطفى شاكا في حدد الساعة الرابعة أو الخامسة صباحا طبعا اليوم نتكلم عن اليوم إذا ما استطلنا الأيام الماضية وانتشارهم على مستوى مختلف المدن مدن ولاية البوليدة وكذلك المدن المجورة ومرافقتهم طوال الأيام الماضية خلال سفريتهم نحو الكاميرون وعودتهم إلى الجزائر مرورا بطبعا عملية اقتناء التذاك التي عرفت كذلك حضور جماهير غير عادي وأعداد قياسية ولعل الجمهور الذي طبعا نشاهده هنا دخل ملعب مصطفى شاكير وكذلك الجمهور الذي ينتظر دوره للدخول خارج الملعب يعكس الدورة الكبيرة الذي يقوم به رجال الأمن وكذلك الإعلام الجزائري والإعلام من مختلف ربما القنوات وكذلك سجلنا حضور الإعلام الكاميروني الذي من دون شكل لن يضيع مباراة مثل هذه على غيراننا نحن والذين كنا حاضرين في ملعب جابوما هم كذلك وعادون هناك بالكاميرون بأنهم سيكونوا حاضرين وفعلا سجلنا حضورهم من أجل تغطية مباراة الجزائر الكاميرون في يطر تصفية كعس العالم مونديال قطر 2022 طبعا وسيكونون بقوة من أجل إعطاء ذلك الدفع المانوي لمنتخب بلادهم المنتخب الكاميروني وكذلك سنسجل من دون شك حضور الجمهور الكاميروني الذي كان قد حضر لاستقبال منتخب بلاده لدى وصوله إلى مطار هوري بومديان وسيكون من دون شك حضر بمدرجة ملعب مصطفى شاكير ولو أننا للأمانة لم نسجل بعد حضورهم إلى الملعب إلى حد الآن وهي وساعة تشير إلى حدود أتانيا زوانا حسام